الله يطول عمرك ترى مزاجك السيئة ليس حياتك أنت إذا مزاجك السيئة تحت ظل تأثيرات هرمونية أو مواقف أو كذا لا تحكمين على حياتك ولا تحكم أنت على حياتك هذا مي بحياتك هذا؟ هذا مزاجك الذكي عاطفياً لا يحكم على الآخرين ولا حتى يقرر لا يقضي القاضي حين يقضي وهو إيش؟ وهو غضبان ليس مؤهلاً للحكم لذلك الذكي عاطفياً أبداً ينأى عن نفسه أحياناً خلاص ولا حتى إذا تحكر مزاجك لا تطلبين شيئاً حتى بعض الناس حتى إخواني قرارات مصيرية تتخذ في وضع مزاجك غير جيد قرارات مصيرية تتعلق بأشياء كبيرة في الحياة لذلك لا الذكي عاطفياً لا الذكي عاطفياً عنده وعي بذاته للأسف الآن هذه العالة إن شاء الله أستفيضوا فيها في الكلام للأسف البعض يا إخواني يعرف عن الناس كل شيء يعرف عن الناس كل شيء وبعض الناس الله وفقه لا يرفأ له جفن ولا تغمضوا له عين حتى يعرف فلان وين راح والله وين راحوا وش فعلوا سافروا ولا ما سافروا أنا واحد الله يوفقه خلونا عده من المحبة سافرت وولده راعني تدنوا لنا راح الجوازات طلع برنت والله 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 راحوا قال ليش معلمتني الوالد الوالدة أنا حتى حتى جزء من أخواني ما يدري يعني وما أخواني أي لذلك صدق يا أخواني أعطيكم حاج جداً في الذكاء العاطوية ترقييمة عالية جداً ترى من حسن إسلام المرء تركه وما لا يعنيه ومن علامة كرامة الإنسان وقوة الإنسان وعمق اهتمامات الإنسان أنه يهتم بنفسه ولا العلاقة بالآخرين والراحة وانجوش فعله وش كذا وكل الاهتمامات بالآخرين يعطلك شوف شوف الوقت محدود وقتنا محدود وعقلنا محدود إذا لم يملأ بالأشياء الجيدة سيملأ بالأشياء السيئة لذلك الذكي عاطفياً لا 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 مهتم بنفسه عنده وعي بذاته عنده وعي بذاته أيضاً الذكي عاطفياً يا أخواني حتى وإن عز المساند وإن قل المصفق والمثني عليك قلوا قلوا تلقينا ويولد مفاعل داخليا هو الذي يتحرك من الداخل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة لازم عندك قدرة على تشجيع نفسك وتحفيز نفسك والتصفيق